موسيقى يا أهلاً وسهلاً مساء الخير من جديد الراصد يأتيكم بموضيع جديدة الأهم بكل تأكيد خلاص أعتقد معدي يحتاج أن نذكركم أن تواصلكم الدائم وهمومكم أهتماماتكم نسعد بمشاركتكم ألنا فيها بكل تأكيد لأن الطاولة الأنسب لها طاولة الراصد من خلال حسابنا الرسمي فتوت الراصد أو عبر أيضاً رقم الواتساب الظاهر الآن أمامكم على الشاشة والبداية لأهم العنوين السفارة في تركيا تعلن العثور على المواطنة المختفية في اسطنبول موسيقى وقطار سار القريات المسافر راح إلا القطار راح أيضاً تشاهدون الليلة معنا في الراصد أولياء أمور متلازمة داون والتوحد في مكة يتفاجأون بزيادة مئة في المئة في رسوم التعليم موسيقى وصالح المسلم يعنون مقالة بالشورى وتوظيف الأجنبي موسيقى القريات هي المحطة الأخيرة لقطار الشمال سار والذي يأتي لربط مواطني مدن شمال السعودية بالرياض والمنطقة الشرقية فبعد أن فرح الأهالي بقرب افتتاح محطة القطار إلا أن الأمطار والسيول على المحافظة تسببت بتعرض جزء من الخط الحديدي لبعض الأضرار نتيجة لجرف السيول لأجزاء وأيضاً من ردمية الخط ومنذ عدة شهور والأهالي هناك تساءلون لماذا سكت القريات تركت بلا إصلاح التفاصيل نشاهدها في تقرير زميلنا المميز نايف الفندي ونرجع عشان نتناقش في الموضوع أخذ مجراء مع الجهة الشرقية للشمال لكن سكة القطار هذه هي التي سببت الكارثة رشة مطر حطمت أمال وأحلام أهالي محافظة القريات فبعدما تباشر الأهالي بقرب الانتهاء من مشروع سكة القطار سار الذي يربط مدينتي القريات والرياض سرعان ما تبخرت هذه الأحلام بسبب هطول كميات متوسطة من الأمطار والتي كشفت عن بعض عيوب التنفيذ مما أدى إلى انهيار القاعدة الرملية التي أقيمت عليها السكة فبعد شد وجذب ومطالبات بحل هذه المشكلة وإصلاح الخلل إلا أنه لم تجد صدا لذلك وبقي الحال كما هو عليه حتى حال به المآل أن أصبح أثرا منسيا تتعلمون القريات آخر منطقة حدودية مع الدول الثانية العربية وهي بعيدة تقريبا 1200 كيلو عن الرياض وربما 1600 عن المنطقة الشرقية الجميع ينتظرون هذا المشروع الذي تعطل بها بسبب هذه السيول وبسبب عدم جودة التنفيذ لأن هذا كلف الدولة كثيرا من الرياض حتى القريات المتقطعة والخرب لا يتعد الكيلوين والكيلوين أعتقد أنها بسيطة إذا بدأ في إصلاحها حنا والله فرحنا بقطار سار وعساس أنه يصلنا للقريات ويوفر علينا النقل والطيران ويخفف الزحمة لكن ظهور الأمطار عندنا وهي فضل من الله سبحانه وتعالى بيّنت عيوب القطار ولا استفدنا منها أي شيء من المهترض أن يتم تشغيل مشروع سكة القطار بداية عام 2019 لكن السيول التي جرفت السكة حالت دون ذلك على الرغم من توجيه هيئة النقل العام مع بريان صادر عنها بإجراء تحقيق عاجل حول مسببات إجراف الرماني أسفل السكة إلا أنه ما زال الأهالي ينتظرون أعلان نتائج التحقيق وإصلاح السكة ملينا من الانتظار بالنسبة لمحافظة القريات بالنسبة للقطار سكة القطار بعد ما جاء السيل صار فيه ضرر بالسكة ورجع الضرر للقريات خطي وسموه أمير مطقة الجوف أمير مطقة الجوف سموه الله يحافظه اشتمع موزير النقل هو أعدون ولزل الانتظر ولا تنسى بعد نحن القريات تبعد عن الرياضة 1500 كيلو نحتاج قطار ونحتاج عنه نحتاج حيانا سيد الطيران عن نزح مني القطار وصل الجوف القريات إلى الآن في مرحلة الانتظار لا نعلم ماذا حصل ولا نعلم إلى متى سيستمر هذا الصمت من شركة سار أتمنى من هيئة النقل العام ومن المسؤولين في شركة سار أن يسارعوا بالخروج إلينا بتصريح يوضح لنا المراحل اللي وصل إليها المشروع يعطونا تاريخ موعد معين لانطلاق القطار لانتهاء الإصلاحات الجارية في السكة واقع المشروع بعد كل ما أنفق عليه يصف الجمود الحالي لمشاريع كبيرة كان لها أن تخدم المنطقة لو عادت لها عجلة العمل وفي هذه المحطة ما زال الانتظار قائما لاستقبال قطار الرياض نايف الفندي محافظة القريات شكرا للزميل نايف على هذا التقرير اللي نقل في صوت الأهالي اللي انتظرونها القطار للمفتر تشغيلها عام 2019 ولكن يعني رشة مطر حسب التعبير في التقرير أدت إلى هذا التأجيل عشان نتعرف على المحطات الزمنية منذ بداية هذه المشكلة وحتى الآن وأبرز الإجابات حول متى سيكون القطار في القريات ينضم إلينا من استوديوهاتنا في الجوف العلامي لأستاذ محمد العليان أستاذ محمد مساء الخير أهلا بك معنا في الراصد مساء النور أهلا وسهلا لأخ عبد الله الله يحييك شكرا للراصد وشكرا للزميل نايف الفندي الله يحييك في البداية نبغي نتعرف على الخط الزمني لهذه الاشكالية من بداية طبعا المشكلة التي حدثت جراء الأمطار وحتى يومنا هذا تفضل سمحوا لي أقول بالبداية أن تقريره شيء طيب لكن بالنسبة للقطار كان أمنية وحلم أهالي القريات بالذات غير المدن الأخرى اللي مر فيها لأن القريات كانت ليست ممر هي مقر فآخر محطة تشابه الرياض بالضبط يبدأ منها وينتهي بالقريات والقريات يبدأ منها وينتهي بالرياض كان الجميع ينتظره وكان أمل الأهالي نظرا للضغط على الرحلات وعلى السفر إلى الرياض وبعد المسافة كما قال الزملاء المشاركين بالتقرير القريات أنا أود أعطي نبذة قصيرة وبسيطة جدا في أقصى الشمال الغربي للمملكة خدماتها كثيرة تتعثر لكن فيها أكبر جمر أكبر منفذ بريب المملكة أكبر قيادة حرص حدود فيها الزحام شديد وفيها مطالب كثيرة وخدمات متعثرة ليس هذا القطار وحيد وإذا أردنا أن نعرف على ما يقولون ماذا حل بالقطار يجب أن نعرف ماذا حل بالقريات أساسا منذ 26 عاما القطار هذا تعطل بسبب السيل لكن الوادي لم يكن سهل الوادي باير معروف وادي فحل وكبير وامتداد طويل وسبقا أغرق أناس كثير فيه وأغرق سيارات وأغرق بشر لم يكن سهل مسار السكة الحديد هو الذي اعترض هذا الوادي الفحل لم يكن التنفيذ جيدا ولم يكن حتى لو سألوا أبسط الناس المارين بالوادي لا أخبروهم أن الوادي هذا لا يمكن اعتراضه بهذا الشكل يجب أن يكون هناك جسر أو عبرات كبيرة التي تمر معها السيارات أو غير ذلك كل من شاهد السكة قبل المطر توقع مثل هذا الشيء لكن انتظار الناس وحماسهم وحبهم للمشروع أنه يصل كان يسكتهم عن بعض الأشياء منذ ستة أشهر أو ثمانية أشهر تقريبا صار هذا الحادث وعدنا أنه يتم إصلاحها في أسرع وقت ممكن متابعة سمو الأمير وسمو النائب لا شك فيها وقائمة استبشرنا كثيرا بزيارة الدكتور بشار المالك الرئيس التنفيذي لسكة سار نعم للقريات ووعد هذا الوعد الذي انتظرنا شخصيا أنا بعد ستة أشهر أو سبعة أشهر ذهبت للموقع لم أجد شيئا فوجئت كغيري من المواطنين الطريق كما هو لا حراك ولا معدات ولا عمل السكة الحديد توقفت القطار لم يصل منتهى القريات ما زالت تنتظر الكثير من المسافرين يحلمون وما زالوا يحلمون بتطور الخدمات وعودة القطار إلى الوصول يعني أساس المشكلة أستاذ محمد هي في أن الوصلة المتضررة هي الوصلة المبنية على هذا الواد يعني نتحدث أخفاق في التخطيط وأيضا التنفيذ بالنسبة للمشروع أنتم تواصلتم مع الشركة في بداية الإشكالية وجاءتكم الوعود بالحل ولكن لم ينفذ منها ماذا عن التحقيق أيضا أستاذ محمد اللي يفتح في هذه الحادثة صحيح فتح تحقيقا حقيقة التحقيق فتح كما صرح المسؤولين بوزارة النقل وبشركة ساق لا نعلم ماذا تم بالتحقيق ولا نعرف كمواطنين على الأقل نتابع من بعيد ولا نحن مسؤولين نسأل ماذا تم وماذا تم لكن ما جيكم إجابات أستاذ محمد هل أصلح أو لم يصلح هو لم يصلح ولا يوجد يعني اليوم لما يتأخر الأصلاح ما جيكم إجاباتك لنصار أنا شخصيا نتابع المروع إعلاميا وتويتريا وكل شيء أبدا أبدا مواعيد أنها بالمستقبل القريب المستقبل القريب لا ندري متى الوضع حتى أول أمس لا تغيير نهائي عما حصل قبل ثمانة أشهر والوعد ستة أشهر انتهت كل من يريد أن يرى المشروع متوقف يذهب إلى هناك شركة سار ورئيسها التنفيذي الدكتور بشار وعد بستة أشهر كما صرح للإعلام نعم الآن نحن بالتسعة أشهر وكثيرا علما أن الوعود سابقة لما لما فعل السيل يعني في 2018 مفروض كان المفروض يشتغل ربما خيرة أنه تأخر هذا القليل لكن التنفيذ هو السبب العبرات التي وضعت لا تقاوم مثل هذا الوادي الرهيب الذي يسمى باير ومعروف في شمال المملكة جميعا يعني يعقل أستاذ محمد أنه مشروع يبنى ونتحدث عن قطار لأنه نتحدث نعم يعني نتحدث عن المفترض تكون هناك دراسات حتى للمخاطر بالنسبة للقطار يعني الحمد لله أن الحادثة هذه صارت قبل ما يجي القطار يعني نتحدث عن أكشف خلل ولكن نحن نتحدث عن خطورة كبيرة بكل تأكيد أن هذه الأسئلة توجه للجهة المنفذة للمشروع لا يمكن قبول والله أنه يبنى مشروع على وادي ولا تدرس هذه المخاطر يعني لو كان هناك كارثة بالنسبة للقطار أو كارثة بشرية بكل تأكيد أنه لن يتم طبعا السماح لهذه الشركة فلأيش نصل لمراحل يكون فيها خطورة هنا أيضا تساؤل كبير يوجه الحمد لله الحمد لله أنه لم يكن يعمل ولا ذهب كثير من الناس في هذا الوادي علما أن الجزء الخرب لا يتعدل كيلوين يعني يمكن كيلو نص أو وقت يعني أجزاء من عمق الوادي هي مجرد عبرات صغيرة لم تحتمل هذه السيل ضرب في الساتر الترابي الذي تحت السكة ودمره يعني إصلاحه في حل سريع أن يكون جسر ممتد من أول ليس من أول الوادي بس هذا الجزء الكيلوين يعني الحين نتحدث عنها التأخير كله فقط لعدم الإصلاح في كيلوين أستاذ محمد بالضبط بالضبط ولا أي فيه أي حركة يعني أنا تردت أكثر من مرة لا يوجد أي حركة هناك للعمل على إصلاح هذا الجزء أنا أناشد المسؤولين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذه خسائر وبعدين بعدها عن المحطة لا يبعد عشرين كيلو يعني المحطة بالقريات عن هذا الموقع عشرين كيلو يعني وصل القطار ومنتهاءها القريات وتعرف أن الحدود والمنفذ والمسافرين والمرضى والرحلات قليلة للقريات يعني رحلتين لا تفعل شيء بمسافرين للرياض باستمرار طيب نشكركم حقيقة على إثارة هذا الموضوع هذا الموضوع يشغل أهلي طيب الحين احنا قلنا أنه والله تواصلتم مع الشركة وقال لكم ستة شور وتأخروا في تنفيذ الوعد هيئة النقل العام وشي يقولون أيضا يعني هي المفروض أنها جهة تابعة نعم هي الجهة المسؤولة ونفس الشيء أوصلنا لها شكوانة طبعا هم جوا وصلوا للقريات ورأوا ما رأوا أثناء الأمطار بإعازة وطلب من سمو الأمير المنطقة فحضروا لكن أنا كمواطن كإعلامي كناشط اجتماعي أي تسمية ممكن تسميني من أبناء القريات لم أرى عمل أنا لا يهمني ماذا قالوا ولا ماذا موعدوا ولا ماذا لم يفعلوا شيء الحقيقة لم يفعلوا شيء وهم مدانين أمام المجتمع المحلي ومشروع كلف مليارات يتوقف هنا مشكلة والله طيب عموما نحن نترك المساحة دائما وأبدا لأي طرف يطرح اسمه في طاولة الراصد سواء بالنسبة لي سار أو بالنسبة لي هيئة النقل العام يعني الحديث عن عدد من الاستفسارات أولا حول بداية الإشكالية المسببات حول الوعود التي لم يتم الإفاء بها بالنسبة لها للمنطقة حول غياب صوتهم اليوم الأستاذ محمد حول تأخر المشروع يعني اليوم حتى لو الظروف عانتك ولديك خطط أنك خلال ستة أشهر والله تنجز وتصلح ما كان به خلل بالتالي يجب عليك أنك والله تصرح بهذه الظروف بهذه المعويقات والمشكلات والله العظيم كل مشروع ترى الناس تنتظره بفارغ الصبر فبالتالي أعطي الناس إجابات هي تبحث عن الإجابات الصادقة وأكيد أن الناس تتساهل أو تتجاو ومرينة بشكل كبير إذ أشعرت فعلا أن التحديات اللي تواجهك منطقية فبالتالي يذهبون إلى موعد ويتم الوصول إلى هذا الموعد بكل تأكيد ولا يكتفي الموضوع إلى نوعا ما أزمة هي موجودة في بعض المشروعات اللي هي أزمة الوعود المساحة موجودة لسار موجودة بكل تأكيد لهاية نقل عام للرد حول هذا المشروع طاولة الرأس دائما ما ذكر إنها طاولة جميع الآراء طاولة الجميع كلمة أخيرة على عجالة لك الأستاذ محمد فضل أحسنت 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 عبدالله أنا وناشد المسؤولين الاهتمام بالذات في هذا الوضع ووضع القريات بصفة عامة لأن الخدمات كلها متعثرة وكثيرة الشكاوى ولا نريد أن نفتحها في هذا الموضوع شكرا لكم يا الإخبارية الراصد الأخ نايف فندي الأخ عبدالله شكرا لكم من أضاء على هذا الموضوع الهام جدا والذي خسرت عليه الدولة مليارات والدولة لا تقصر وهذا ديدنها ولا تقصر تصل إلى أي مكان في المملكة طيح لا تقصر لكن التنفيذ والمتابعة هذه مسؤولية الجهات طيح والجهات للأسف أثبتت تقصيرها شكرا لكم شكرا جزيلا لك من الجوف الإعلامي الأستاذ محمد العليان كنت ضيفا للحديث عن إشكالية قطار سار في الإقريات أعلنت السفارة السعودية في تركيا في بيان لها قالت فيه بأنه منذ وصول بلاغ اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي في مدينة اسطنبول قامت سفارة في أنقرة والقنصلية في اسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية وقد تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالعثور على المواطنة بصحة جيدة وأن السفارة والقنصلية تعملان على تسهيل عودتها إلى المملكة في أقرب وقت في مقالة للكاتب صالح المسلم جاءت بعنوان الشورى وتوظيف الأجنبي تحدث فيها عن توظيف الأجنبي لدينا حيث كتب في بداية مقاله عن مجلس الشورى وتهميشه لبقاء الأجنبي من عدمه والمدة التي يجوز لها التمديد وقال يدرس المجلس تقليص المدة الزمنية للوافد أي كان ليفتح الباب لأبناء وبنات الوطن لأخذ أماكنهم في عملية البناء والتنمية والمشاركة الفعلية في برامج التوطين والتي سعت وزارة العمل منذ فترة طويلة أن تطبق على استحياء هذه المعايير وتطلق برامج توظيف آمل أن لا تكون وهمية ووظائف لا تليق بأبنائنا وبناتنا للحديث بشكل أوسع حول هذا الموضوع فيما يتعلق بالجهود بالتشريع ما يتعلق ببقاء الأجنب داخل المملكة العربية السعودية مرحلة الإحلال كان هناك عدد من التفاصيل لتحدث الكاتب في مقالة عن نوعية الوظائف أيضا التي ستقدم للسعوديين ينضم إلينا كاتب المقالة الكاتب الصحفي الأستاذ صالح مسلم حياك الله و أهلا و سهلا أهلا و سهلا أهلا و سهلا حياك الله و حياك الله و المشاهدين الكرام و شكرا لكل من علق لهذا المقال و عمل رتويت و شارك و أنا حسيت أنه الحقيقة أنه أنا لمست في مقالي الجرح في الناس عندها هالسين السكن و التوظيف فأنا أعتقد إن شاء الله أنه هذه في طور الحل من خلال توجهات خادو الحرمي الشتريفين و سمو السيدين بن محمد ولكن بعض الجهات هي التي يشبها نوع من التقصير فأحنا لما نكتب أو ننتقد لا يعني هو الانتقاص الحقيقي بين الجهود العذولة من البعض وليس نتمنى أن نكون الغالبية حقيقة في اتجاه إيجابي ولكن ما على سفة عبدالله أنه البعض يحاول يحبط هذه التوجهات أو البرامج أو المجهدات أو أنه يسعى إلى الطرح الإعلامي البعيد كل البعد عن منطق التطبيق حقيقة طيب منطق التطبيق خلينا نروح للتشوهات الموجودة فيما يتعلق بتوظيف السعوديين سواء في الحصول على فرصة أو حتى نوعية الفرصة نوعية المنافسة الغير عادلة إذ وجد طبعا أقل كفاءة من السعودي فيما يتعلق بالتوطين ويتعلق أيضا بإحلال السعودي بالأجنبي أعطينا التصور حول أبرز التشوهات بوجهة تناظرك أيضا أبرز جوانب القصور فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات والعمل حول هذه المستهدفات جيد سؤال جيد تشكر عليه أنت قلت كلمة التشوهات هذه الكلمة بحد ذاتها الحقيقة هي أنه يوجد في القطاع الخاص في القطاع الحكومي أجنبي ووافد عشر سنين وعشرين سنة وأبناء البلد وأبناء البلد جاسين في بيوتهم من شهادات أنا أعتقد أن هذه هي قمة التشوهات الموجودة في البلد وهذه أول صور التشوهات يجب أني أنا أعالج هذا المرض إن صح التعبير بالإحلال المنطقي أنا فرحت الحقيقة لما قالوا أنه مجلس الشورى يدرس الأسبوع هذا أنه تقليل مدة الأجنبي أربع سنين أو ثمانة سنين أو حتى أقصى إلى 12 سنة وأنا ضد الحقيقة أنه بقاوا حتى عشر سنوات لأنه طوال الأربعين سنة اللي فاتت نحن ما شاء الله الأجنبي أخذ حقه زيادة والبعض منهم أنكر حتى الحقيقة الجميلة اللي البلد أعطاه فما وجدنا حتى من بعض الأخوة في الوطن العربي أسائل المملكة العربية السعودية وهي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل المملكة أنت بنيت بيت ودخلت أولادك مدارس وإلى خلاق خلاق فبالتالي أنا أقول أنه آن الأوان للنظر في هذا الجانب اللي هي تمديد فترة الأجنبي وبقاعه في المملكة العربية السعودية هذا واحد اثنين تقليص التخصصات البطلوبة فعليا أنه يكون فيها الوافد لأنه الآن بنات البلد وشباب البلد فيهم الخير بركة وعندهم دورات تدريبية عندهم لغة عندهم حاسبالي عندهم شهادات ولكن يحتاجون إلى الفرصة أعطيها الفرصة لا تقول والله بنت البلد والله ما عندك خبرة ما أوظفك وهذه بعضلها يعني أنا كتبتها حتى في المقال أمس أنه والله لما تجي تقدم والله ما عندك خبرة بنت البلد طيب إلا متى يصير عندها خبرة إذا ما وظفتهم إذا ما وظفت بناتنا عيالنا متى يملك الخبرة هذه النقطة تحديدا بجيك فيها عبدالله بس أكملك إذا سبحت بدزئية ثانية النقطة الثانية هل أجنب اللي جايك عنده خبرة الغالبية من الأجنب اللي جايين وعفدين وإلا اختر شهاداتهم مزورة تعلم عندك تعلم عندك هنا وإلى آخره نقطة أساسية أبدالله وأنا ودينا نتكلم فيها في البرنامج في الموضوع طلع علينا الآن التوظيف اختبارات قياس يدفعون 200 ريال الطلبة والطالبات الخرجين والخرجات على اختبار قياس على الوظائف على عشر وظائف وعشر وظيفة بينما وهذه مرارة حقيقة أنه غالبية هالوظائف هي معروفة رايح المين ولم نتخلى عن الواسطة إلى الآن بجيك نقطة الواسطة بس خلينا شوي في الأجنبي عشان الكلام يكون في موضع وأيضا موضوع احنا اليوم لما نقول الأجنبي من هو الأجنبي اللي نقصده نقصد أعتقد من خلال قياس عدد من الأراء أنه الغالبية من الموجودين أقل كفاءة من السعودين يوجد طبعا من هم غير سعودين وهم إضافة لنا في المملكة العربية السعودية ولكنهم بشكل محدود والله يحييهم في أي مكان يعني حتى السعودي اللي غير كفاءة نقول بره لا توظفونا المكان دائما لين؟ للأجدر حتى بره السعودية نقول بره السعودية للأجدر ولكن في السعودية يجب أن تكون الأولوية للسعودي كون أن السعودي مؤهل ممكن أيضا هو الأجدر بهذه الوظائف وهذه هي الطبيعة الرأسمالية في أي مكان في العالم ما في شك فإحنا اليوم نتكلم عن غالبية عظمة من الأجانب غير المؤهلين هم من يأخذون فرص السعودي أنت ذكرت النقطة المهمة اليوم لما غالبية الوظائف تشترط على السعودي وجود خبرة ولما نشوف إعلانات وظيفية ونشوف طبعا من هم مستقدمين من خارج المملكة العربية السعودية ولا يملكون الخبرة اليوم كيف الواحد ممكن يستوعب هذا الأمر الموجود بالضبط للا تحسن فيه تناقض العملية يعني إلى درجة أن بعض الشركات بعض القطاع الخاص صار يعلن بصحفنا على وظيفة معينة ويطلب خبرة معينة ويطلب جنسيات معينة يعني ظهر في الصحف إعلانات أنه يطلب جنسية معينة ويطلب شروط معينة لأنه كأن هذه الشروط تنطبق على فنان وفلانة فقط لا تنطبق إلا على هذا البلد وهذه الشروط ظهرت في الصحف السعودية عندنا مع الأسف خلينا نأخذ من حيث انتهيت مع الأسف أنه وظيفة زي مثلا البوردة البشرية ليها خلي عليها أجنبي ليها خلي عليها وافد وليما سيكه وليتحكم في زمام عشرات البنات وعشرات الشباب في الشركة الفنانية أو القطاع الفناني هل تتوقع أنه هذا الأجنبي أو هذا الوافد يبي يوظف بلاتنا أو يبي يوظف عيالنا أو يبي يعطيهم تقرير جيدة أو حتى يدربهم بالعكس صعب جدا أنه يصير تقرير مصيرك في بيتك في بلدك بيد الغريب مؤلم جدا مؤلم جدا أنه من يقرر مصيرك في بيتك هو الوافد الأجنبي كأنه واحد جاي لبيتك ويقولك ولا لا تفتح ثلاج الآن لا تأكل لك المعين الآن وإلى آخر اللي قاعد يصير الآن مع الأسف أنه الغالبية الأجانب ماسكين الموردة بشرية يوظفون أقاربهم وأصحابهم ويحاولون تطفيش وتطنيش أبناء وبنات البلد وبالتالي أو حتى لما تعمل انترفيو مقابلات شخصية للتوظيف يقابلها الأجنبي ويقابل هذا الشاب الأجنبي ويعملون تقارير أنه لا يصلح للعمل وهذا الكلاد لا يحمل مهلات ولا يهوى وإلى آخر أنا أتمنى حقيقة أن يكون هناك قرارات حاسمة ليست قرارات للطرح الإعلامي والاستلاك الآن مللنا من التسويف حقيقة يجب أن نتوقف أن نكون صادقين يكون الوطن فوق الجميع أنا الآن أتحدث بحرقة وطنية أنا ككاتب أتحدث بحرقة وطنية يجب أن يكون كافة المسؤولين بهذه الحرقة الوطنية ما أشوفه يتكلم في الإعلام ويطلع لمؤتمر صحفي ويقول التوظيف وحنا وظفنا أربع ألاف خمس ألاف وأجد أنه والله وين وظفه تخيل أحد الوظائف المطروحة على السيدات مثلا الطوارئ اللي إذا غرز واحد وبينشرف رب الخالي أو الدهنة يروحون بنات ينقضونهم هل هذه وظائف تليق بالمرأة هل وظيفة المرأة تليق أن تكون داخل معمل في ورشة سيارات في الصناعية ومالحمام مثلا أو في سباكة وإلى آخره عملية التمكين عملية وأنا كتبت مقال قبل ستة شهور وتكلمت الحقيقة في كذا محفل أنه دربوا بناتنا وعيالنا يعطونا مجالات التدريب يا جماعة الخير مراكز التدريب عندنا احتحدات إلى إعادة تههيل الدورات التدريبية تعتاج إلى إعادة تههيل برنامج هدف نفسه يعني منظومة وزارة العمل عندها ما شاء الله العديد من البرامج برنامج تمهير وبرنامج توظيف وبرنامج مدرش واجد برامجها لك المخرجات لو تشوف أنت القائمين على هذه البرامج نعم أوجدوا لهم مراكز ومناصب علية جدا ورواتب عالية جدا وعملوا بعض المحاور والدورات الخارجية واستفادوا هم أشخاص على أساس يبقون في الكرسي يعطوا الفترة ممكنة ورواتب عالية جدا وأصبحت غالبية البرامج بعد ستة شهور يقولون لا ما صلح البرنامج سنبدأ في برنامج جديد ويبدأوا من حيث انتهوا في اللي يعود المربع على أول معقول استصال هذا التكاهل الخاص أنه تدار كذا العملية فيما يتعلق برامج عطني برنامج عطني برنامج في تمهير أو نجح على الأقل خمسي ستة بالمئة ما هو مأمول منه عطني برنامج أنا أترك الإجابة طبعا هي صندوق الموارد الآن كم صرف من تأسس هدف إلى الآن كم صرف وكم كانت الرواتب اللي موجودة فيه هدف أول ما تأسس ومنهم المؤسسين وإرجع للتاريخ حق هدف وشوف الرواتب اللي موجودة عندهم وشوف المخرجات هذه نقطة نقطة ثانية مر على البنوك الآن لما صرنا تبكينا مرأة الآن مر على البنوك الآن شوف البنات وموظفات في البنوك طب على عين والرأس لكن عندك دورة يا بنتي يختلع ما عندها دورة ما تدري تبعطوها الجبات الخير تمهير عطوها دورات تدريبية عشان ما عنده إشكاليات أوكي تجي للغالبية من السعوديين والسعوديات يقبل براتب 3,000-4,000 ريال اللجنبي ما يقبل براتب 3,000-4,000 ريال يبي له 10,000-15,000 وإلى آخر وهناك من يقدم له هذه المزايا وهذه المميزات طب نحن نحتاج إلى حلول جذرية طب الحلول التي تستهدف خلينا نروح الجانب مهم وزارة العمل أدوارها اليوم لما نتحدث عن الكم والكيف أيهم الأهم خصوص أنه ما نحتاج إلى دراسة الواقع من هم هؤلاء البحثين عن العمل ماذا يملكم أهلات لأننا نعرف أن المملكة العربية السعودية بحكومتها أنفقت على التعليم بشكل كبير نحن من أكثر الشعوب التي فيها حملت شهادات عليا وفيها حملت بكالوريوس فبالتالي لما أجد قدرات منفق عليها وتعليمنا جيد أمانة مقارنة بالمخرجات في الشرق الأوسط يعني ربما نكون من الأفضل لم نكون الأفضل ممتاز نتحدث عن الإمكانيات كمنافسين فبالتالي اليوم أنا لما عندي ناس مؤهلين بهذا الشكل مش المفترض أنه والله أستهدف نوعية تناسب هذا التأهيل حتى يتم تحقيق الاستفادة القصوى في نوعية وضائف حسن يفترض يكون هناك تنسيق بين التعليم نعم وبين وزارة العامل وبين وزارة التجارة وبين وزارة الصحة على أساس أنا أستطيع أنه أنت لما تدخل الجامعة والمناهج إيش هي مخرجات سوق العمل بناءا عليه إحنا جلسنا سنوات كثيرة جدا نطالب بإلغاء مثلا تخصصات التاريخ والجغرافية لأنه خلاص اكتفينا ما نستفيد البلد بحاجة إلى مهندسين بحاجة إلى طباء بحاجة إلى طباء سنان الآن مثلا البلد مكتفي في طبيب السنان ليه أنا أفتحها الكليات في كل زاوية في رياضة جدا طبيب السنان الخارجين في قضية الآن صايرة أعتقدونها قبل فترة أظنهم من 900 شخص طبيب أو طبيب السنان المشكلة التخطيط المنظومة عبد الله أنه ما في استراتيجيك ما في استراتيجية لأنه أنا وشيبي بعد خمس سنين على أساس أنه أنا عندي جامعة فلانية تعالوا في هذا التخصص الآن مثلا على سبيل المثال نحن الداخلين الحمد لله الحمد لله في المملكة الموضوع استراتيجي الموضوع أكبر من مبادرات بالضبط هي استراتيجية أنا الآن والله الحمد المملكة العربية السعودية لم تقصر مع ابنائه وبناتها بعثيات خارجية علاج يعني المبتعثين الآن ما شاء الله تبارك الله سعودية تدفع لهم يمكن إحنا من أولئة دول اللي لازل تدفع للمبتع رح يدرس تعلم ما عند شكاليات لكن انتقي انتقاء التخصص إحنا الآن في هالجي داخلين على الجي فايف وداخلين على الذكاء الاصطناعي وداخلين على التقنية وداخلين على أشياء كثيرة ليش الجامعات ما يكون عندنا بهذه التخصصات المبتعات لا يكون معنى في مشاريع تقدمية عندنا نيوم عبدالله عندنا البحر عندنا القدية كلها مشاريع والألحام جاي عام عام 25 و 30 وين بدأت الحمد لله هذه الهيئات تبتعث هذه الترفيه تبتعث وهيئة السياحة تبتعث وهيئة بعض المشاريع هذه يبتعثون لكن أنا ويني من التعليم العام التعليم العام والتعليم العالي لأن الجامعات فعلا تغير هذه المناهج هذه النقطة النقطة الثانية أنا كسوق عمل أنا كوزاة العمل ليه ما أعمل دراسة كاملة على مقدار الفيز اللي أنا أقدمها كل سنة وأوقف ما في شيء أنا أخطأت ليه هالكم الهائل مربوط بالتوطين الفيز هذه إشكالية في بعض الناس يتحدث عن مخاوف يعني تذكر نطاقات ومن الوش في نوعية يعني في ناس تحدث عن مخاوف فيما يتعلق نبط الفيز بالتوطين بنوعية أيضا ومستهدفات التوطين بناء العموهات لا تربطها بالتوطين خلينا نتكلم نماذج أستاذ صالح يعني أنت قلت نقطة جدا مهمة الموضوع يحتاج استراتيجية ما يحتاج مبادرات أنه والله تنهي هذه الأشكالية لأن الأفكار تتعدد نتحدث نتحدث عن مليون تشوهم مليون فكرة ومليون ربما حل الحديث عن النماذج اليوم من يقود الوزارات في المملكة العربية السعودية نتحدث عن الوزارات السيادية وحتى الوزارات المتميزة هم شباب سعوديين ونشوفهم يمكنون حتى في مناصب وكلاء وزارات وأيضا نواب لرؤساء هيات ويثبتون أنفسهم وقاعدين يقدمون عمل راح حتى في المحافلة الدولية بالطبع الشركات الكبيرة نتحدث عن الشركات ذات توسعية ذات الانتاجية وخلنا نضرب مثال نتحدث عن رامكو سابق نشوف أن مستوى التوطين فيها عالي ونشوف القيادات أيضا سعودية وفي قيادات سعودية ويعطيهم الفرصة عبدالله على عكس الشركات التي لا تعتمد على المواطن السعودي قاعدين نشوف أنها شركات هاشة وضعيفة يعني اليوم ليش طيب في وجود للأجنبي ذو الكفاءة الضعيفة دام أنه ما عنده القدرة التوسعية وأنه قدر يقدم خدمة جيدة للقطاع الخاص يعني هذا سؤال مهم أيضا بالضبط لأنه صاحب الشركة والبنس اللي دارني في الشركة اللي هما بعقول تقليدية قديمة كان عندهم هاجس الربح موجود وبالتالي يعتقد أنه هذا الأجنبي أقل تكلفة من السعودي العقلية الرعوية الرعوية بالضبط وعنده الهاجس أنه السعود ربما يكلف عليك ويجي يغير منظومتك ويدخل عليك أجهزة ويدخل عليك شغلات جديدة ونظام جديد ويحاول يطورك فهذه يعتبرها كوستا وتكليف عليه فهو ما يبيها خلينا على أطمام المرحوم مدامه هذا جاي وجايبله والأجنبي ما شاء الله تعال بعضهم يسير عنده لسانه جميل ويعطيك من طرف اللسانه حلاوة فيبقى عند هارعويين هذولا مم موجودين فهذولا وعنده هاجس ربحي معين وثابتين عليه فالله يغير علينا خلونا على هذه المهمة لأنه السعود إذا جاي بيدي بفكر جديد ومنظومة جديدة بس الواقع تغير بيستمرون بهذا الحال لا ما يستمرون هذا أيضا تحدي ربما يواجه هذا التشوه إن شاء الله للأفضل هذه رؤية تفاؤلية نعرف التغيرات الكبيرة في المملكة حول اقتصاد منتج بكل تأكيد أن هذه العقلية لن تنتج ولن تتواكب مع هذا الاقتصاد هيتوقف هيتوقف هذا التشوه عبدالله أنا وعدك وعد وقاعد أشوف أنه فيه أمل كبير جدا أنه فيه شغلات كثيرة حتى تغير والطرح الآن الحقيقة على كثير جدا ما كنا نسمع مثلا مبدأ اللي هي لمحاسبة المسؤولين ما كنا نسمع على القضاء على الفساد ما كنا نسمع على أنه الجودة ما كنا نسمع على المرهد كلها المرهد كلها المرهد تكلم عليها بالشفافية الوزراء الآن من يقصر يحاسب ما كنا أول تذكر الله يغفر لهم من بقي منهم الله من الحمد لله عليه من توفى الوزراء يوصلوا ثمانية وتسعين وعلى الكرسي حتى بعربة يجي داوم إلى آخرية الآن ما فيه الآن فيه قياس وانتاجية أنت عندك شهرية ثلاثة شهر وشان تجد إذا والله أمورك طيبة معايير بالضبط إذا والله أمورك طيبة وماشي تتضل أمورك لا والله إن بدأت تهتز وشغل بنول وتعالوا بربقندة وإعلام واجب صالح يكتب لي وعبدالله بربقندة لا لا هذا ما فيه فيه إنتاجية فيه عمل اللي نحتاجه الآن اللي نحتاجه عبدالله هو عملية التوطين الفعلية الحقيقية حقيقة يعني تفعيل المحتوى المحلي بشكل كامل على كافة الأصداء المحتوى المحلي ربما أن يكون مفقود أحيانا في بعض التوجهات في الاقتصاد الآن متوجه مواسم السعودية الآن على سبيل المثال الآن نحن دخلنا على موسم الرياض وإلى آخره يجب أن يعطي المحتوى المحلي قوة كبرى يجب أن يعطي الشركات المحلية قوة كبرى يجب أن يعطي الشباب والبنات قوة كبرى في هذا المجال ترى مو بش مجرد أنه ترفيه ولا مجرد أنه موسم سياحي ولا مجرد أنه فعاليات ترى اقتصاد ترى فيه مليارات مصروفة ومليارات حدر على هالناس وإلى آخره إذن يجب أن نهتم بابن البلد وبنات البلد والوطن يكون فوق الجميع مثل هذه الفعاليات أنا أعتقد إن شاء الله جاهزا من المسؤولين في الترفيه وغيره أنه يشرطون على الشركات الأجنبية أنه لابد أن تدخل السوق بس باتحاد مع شركات محلية سعودية وهذا ما نأمله الحقيقة من معالي رئيس الهيئة الترفيه أبو ناصر تركيال الشيخ والقائمين على هيئة الترفيه أنه فعلا يعطون الشركات السعودية المحلية مجال للمشاركة في مواسم السعودية وبنات البلد أنهم يشاركون فعلين وأنا أعتقد أن المحتوى المحلي يحتاج إلى إعادة سيارة بالتأكيد لأنه كما ذكرت هناك بيئات جديدة أيضا مقبلين على تفعيل لكافة المنصات الاقتصادية نحتاج موظفين موهلين نحتاج أيضا مستثمرين في هذه المجالات هي أمانة يعني الكلمة الأهم أعتقد في هذا النقاش موضوع الاستراتيجي الموضوع أبدا لا يحل بمبادرات وقتية مبادرات قد تصيب أو تخطأ الأهم أن تضع استراتيجية كبيرة تعلم إلى أين تذهب المملكة العربية السعودية برؤيتها الطموحة وبالتالي تواكب هذه الاستراتيجية لأنه أمانة العنصر البشري في المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية غنية بهم ولكن الأهم هو تمكينهم وتفعيل هذا العنصر استراتيجية وتطبق أبد الله وإن شاء الله تعالى هناك مسؤولين يعني قاعدين يسمعوننا وإن شاء الله تعالى توصلهم فكرة وش معنى الاستراتيجية وش معنى الاستراتيجية إنه فعلا لا يحتاج إلى مبادرات لا نحتاج إلى إلى بلونات لا نحتاج إحنا البلد بحاجتنا إنه إحنا فعلا نطبق استراتيجية منطقية واقعية والبلد يستحق مننا الشيء هذا ويستحق أكثر يعني يستحق حقيقة إنه إحنا هذه الاستراتيجية إنه نلمس صداها نلمس وجودها لن ألمس أنه فعلا أنا شاركت في عملية البناء والتلمي أن أولادي بناتي أخواتي أخواني شاركوا في عملية البناء والتلمي وهذه هي الاستراتيجية والاستثمار الحقيقي لصناعة العقول واستثمار العقول شكرا لك على هذا النقاش حول فكرتك في هذه المقالة الكاتب الصحفي صالح مسلم دائما تسعدنا الله يحفظك شكرا لك في خبر كان به العديد من التداول طبعا وفقا لصحيفة عكاظ خيرت مدينة بكة للتربية الخاصة سناد أولياء أمور طلاب بين سدادهم 80 ألف ريال للعام الدراسي الجديد 1441 لاستمرار تعليم أبنائهم أو إنهاء دراستهم واستبدال منهم في الانتظار بمقاعدهم وشكلت المدينة طوق نجاة للكثير من أولياء الأمور بدلا من السفر إلى الخارج وتشتيت الأسر ما بين أدول عدة من بينها مصر والأردن والإمارات إلا أنها بهذا التصرف طبعا بقفزة للرسوم الدراسية في المدينة بمعدل الضعف ليصبح على عاتق أولياء الأمور يعني نتحدث أنه إذا كانت لا تزيد العام الدراسي الماضي 1440 عن 40 ألف ريال لطلاب متلازمة داون و50 ألف ريال لطلاب التوحد فكانت تتحملها أيضا وقتها وزارة التعليم وتم استفاؤها من القسائم التعليمية طبعا لفتح النقاش حول هذه الإشكالية في ارتفاع الأسعار نتحدث عن مدرسة مخصصة لطبعا ذوي متلازمة داون أيضا من يعانون من التوحد نتحدث عن تكلفة عالية 40 ألف ريال وزارة التعليم كانت تتكفل نتحدث عن قفزة أيضا 80 ألف ريال حسب الخبر الصحفي الحديث أن الشركة تدفع تزيد يا مع السلامة غيرك في الانتظار أكيد أنه قفزة غير معقولة نبغى نتحقق من هذه المعلومات ينضم إلينا من السيديوهاتنا في مكة الأستاذ سعيد المحمادي وهو أحد المتضررين من ارتفاع الأسعار أستاذ سعيد مساء الخير أهلا بك في الراصد مساك الله بالنور والسرور أستاذ سعيد أول شيء نريد أن نتعرف مدى الضرر الحديث عن قفزات من 40 إلى 50 ألف ريال أصبح للترم 40 ألف ريال والوزارة كانت تتحمل النفقة شرحنا الحالة بشكل عام وهل هذه المدرسة الخاصة الوحيدة أيضا الموجودة في مكة تفضل ما يتعلق بتعليم طبعا أو مساعدة متلازمة داون أو التوحد الله يزيد فضلك أولا هي المدرسة الوحيدة فعلا في مكة المكرمة مدينة سناد وهذه استبشرنا بها خيرا أول ما افتتحت عام 1439 وقدمنا بها ممكن كان العدد 57 طالب على حسب علمنا فقابلتنا مديرة المدرسة ودفعنا رسوم 2000 ريال لفتح الملف وبلغونا بالعقد 40 ألف ريال لمتلازم الداون والتوحد 50 ألف ريال ولكن طمنتنا مديرة المدرسة آمن العبيد بأن الحكومة تتحمل هذا المبلغ لأنه مبلغ باهظ علينا ولا نستطيع منهم فينا دخل محدود فجزاء الله خير حكومتنا الرشيدة أقامت بتسديد المبلغ وفرحنا بما قامت به لتسديد هذا المبلغ ووعدونا كذلك أنه في وعدونا أن ابننا مستمر في هذه المدرسة للسنة القادمة ولكن في خمسة أو أربعة الحجة أتت لدينا رسالة لمراجعة المدينة من أجل تغيرات العقد وابرام عقد جديد ماذا حصل في هذه المراجعة؟ عندما رجعنا إلى الإدارة رجعناهم وابراموا معنا عقد جديد أن المبلغ 80 ألف ريال للتوحد و70 ألف ريال لمتلازم الداون أنت بس دقيق يا سيد سعيد أنت كم عندك؟ يعني خلنا نتكلم على حالة ابنك أي شي اللي فيه تحديداً متلازم الداون ولا توحد أنا عندي ابني متلازم الداون وهو الموجود في المدرسة؟ نعم أكمل هو الموجود بالمدرسة حالياً لكن فيه لكن فيه أبا عندهم اثنين إلى ثلاثة أشخاص نتكلم عن بقية الحالات لكن لما قالوا لكم زادت العقود وخلينا نرجع شوي لمن سيدفعها طبعاً الدولة دائماً وأبداً في دعم أبنائها بكافة الشرائح طبعاً الدولة دعمت ابنكم من خلال وزارة التعليم أنها تكفلت برسوم الأربعين ألف ريال للسنة الأولى والحديث لما قالوا لكم أن الوزارة متكفلة أيضاً بالسنة الثانية بالنسبة لكم كان فقد حديث شفوي ولا لا موجود في العقد الموقع أنه والله سنتين لا عزيزي حديث شفوي وأنا توصلت مع الأستاذ خالد القحطاني في القسائمة الاشتراكية بالوزارة وفادي مني احتمال ممكن يكون التسديد نص المبلغ ممتاز يعني الوزارة أعطتكم في التعاملها معكم تخبركم أنها ستدعمكم فيما يتعلق بتعليم ابنكم في هذه المدرسة والله هذا أنا اجتهاد مني تصلت بالأستاذ خالد القحطاني ليستفسر عن العقود وعن القسائم الاشتراكية هل يتم تسديدها مثل العام الماضي عن طريق الدولة فأفادني احتمال لأنهم قال العقود هذه تبع شركة قابضة وهم مشرفين عليها وسوف إذا بيسددوا شركة المشرفة عليها الوزارة نعم نعم صحيح المشرفة عليها الوزارة فقالوا احتمال أنها تسدد 35 ألف والباقي أنتم تسددونه طيب خلينا نروح للاجتماع لما بلغوكم بارتفاع الأسعار قالوا أنكم تتحملونها بالكامل ما عطوكم مبررات ليش ترتفع الأسعار مية بالمية يا أخي العزيز ما عطونا أي مبررات ولا قالونا ليش ترتفع الأسعار ولا حاجة فوجأونا بالسعر كالصاقعة علينا والله مات اللامون يا أستاذ سعيد يعني خليك معنا تنضم إلينا ومعبدالله الغامدي وهي أيضا متضررة من ارتفاع السعر هذه المدرسة نتحدث عن مية بالمية يعني بكل تأكيد إضافة إلى بعض الوعود أو بعض التطمينات حول التكف ولكن نبحث عن المزيد من المعلومات كل من ذكر اسمه لحقية المداخلة للإيضاح بكل تأكيد وإيصال وجهة ناظرة أم عبدالله الله يحييك معنا السلام عليكم وعليكم السلام حالة ابنك يوم عبدالله تفضلي توحد ضمن المدرسة العام على أساس أنه أنا بدور دمجه في التعليم طبعا كان في مركز الأمر المنشود وما هم تابعين للوزارة فكانت المدرسة لنا بمثابة آمل كبير جدا أن أولادنا ينضموا للتعليم الدخل للمدرسة قالوا أن القيمة المطلوبة مننا خمسين ألف لكن قالوا أن القسائم بإذن الله ستتحملها أخذنا فترة وبلغوني بعد كم شهر أن القسائم تحملتها بإذن الله وأن إن شاء الله حتى السنة جايناها بإذن الله بإذن الله تتحملها ومشينا عادي وجاتنا الرسائل طلب اللقاء أو السنة الدراسية للعقود حضرنا لما حضرت للعقل سات 80 ألف هي قالت لي أنه عندي لسه يعني قالت أنه العقل بـ 80 ألف فأقول لها القسائم قالت نحن لسه بعد ما يبدأ الترم بأسبوع التوعين نرفع للقسائم وصابوا الموضوع أنه هم ما قالوا تدفعوا بس سايبينه اللين ما تيجي رد القسائم يعني نحن معلقين فوق هذا كله حتى لو أنا القسائم دفعت هذا بالحمد لله من الدولة خير وبرك لكن لو شو عندي قالوا أدفعي أنا ما عندي بس سايبين أدفع 80 ألف أنا الخمسين كنت مستصيبة منها وكيف أدفع الآن 80 ألف في بديل إذا بتعلمون أبناءكم في مكان آخر ما أنا بالنسبة لي حسب اللاعف وما في مدارس مكة لدمج أطفال التوحد مؤهلة ما فيه حتى مدارس الحكومة لسه ما فيها ذاك الشيء المؤهل يعني إذا ما فيه القسيمة أدفعوا 80 ألف ولا لكم حل آخر إيه هذا المفهوم من الوضع فيه في المقالة في الخبر الصحفي ذكرت عبارة أن قالوا لكم تدفعون أو بنذهب إلى قوام الانتظار بلغوكم بهذا الشكل فعليا لا أنا صراحة ما تم معي الكلام دا بس أنه لسن القسائم ورد القسائم والوضوع واقف على رد القسائم فقط لا غير طيح إحنا نأمل أنه نبحث خلال أيام القادمة المزيد من المعلومات عساس نطمنكم بكل تأكيد لأن هناك دور على الوزارة ونبحث بشكل أكبر حتى عن هذه الشركة كانت فعليا تابعة للوزارة يجب أن تكون هناك عدد من الضوابط خصوصا فيما يتعلق بالأسعار نعرف أن الدولة أبدا ما تقصر مع أبنائها بكل تأكيد في كل الفئات لكن رقميا فعلا أنه رقميا رقم صادم يعني يوم عبدالله يعني رقم صادم وأنا أشعر بالمخاوف اللي عندكم الآن وأنتم ما بين تحمل القسام أو بين الإجبار على أنكم تدفعون هذا المبلغ هذه المشكلة الحالية بالنسبة لكم صحيح؟ أكيد هي هذه أكبر مشكلة لأن القسائم كمان واقفة على فدود يعني أنا عن نفسي ما عد فدود القسائم بس يوقفوها على اختبار الصفل كمان القسائم واقفة على اختبار الصفل نعم وطبعا الأطفال يختلفون من واحد لواحد يعني ممكن يكون الطفل بيس خفيف أو متوسط لكن ما عنده قابلية لسه عنده فوبيا أنا عند الطفل عنده فوبيا من العدادة الكبيرة عنده فوبيا من الأطفال الكبار فلما كان عند النساء وذوبي بأبدأ أنقلوا عند رجال وأقوم أدمجوا ما هي سهلة هذه بالنسبة له طيب كل شكر لك يوم عبدالله لا تقلقين بإذن الله نصل في حال ننتظر بقية الأصوات حتى يكون هناك أخبار لأنه فعلا رقم صادم وكل تأكيد نثق بالوزارة يعني كانت فعلا تبعية الشركة وشراف الوزارة عليها أنه يكون هناك حل كما كان في العام الماضي أو يكون هناك أيضا حل في هذه الأسعار لأنه سؤال دائما يطرح عن المدارس المتعلقة بطبعا أطفال متلازمة داون أو التوحد وبدأ أنه دراتها أيضا تحدثنا عن حالات تعالج خارج المملكة العربية السعودية كذا هذا تحدي أمام الوزارة أن نتوفر العلاج داخل المملكة أو عفوا طريقة التعليم شكرا جزيلا لكم عبدالله الغامد المتضرر من ارتفاع الأسعار أستاذ سعيد أبرز المطالب تفضل المطالب والله كل المطالب أن نطلب من خادم الحرمين الشريفين نحفظه لله ولي عهدي الكريم أن يتكفلوا بتدريس أبنائنا هذا كل ما نتطلبه أن يقوموا بأبنائنا تدريسهم مثل الطلاب العاديين حيث والله العظيم دخلنا الله يعلم بو احنا الدخل محدود نعم الحمد لله وحكومتنا الرشيدة جزاء الله خير ما هي مقصرة معنا يا أستاذ سعيد والله هل مبلغ حتى أصحاب الدخل المرتفع ما يقدرون عليه نتحدث على ثمين ألف في سنة واحدة بكل تأكيد أن الرقم صادم يعني بلا شك وهذا هو التساؤل اللي نوجهه لوزارة التعليم حتى بالنسبة للمدرسة حتى ارتفاع الأسعار كده غير مبرر هذا الرقم أنه والله ترتفع مئة بالمئة ونتحدث حتى مبلغ كبير أربعين ألف ريال يصل إلى ثمانين ألف ريال سنتابع نعدك أستاذ سعيد أنه نتابع الموضوع بشكل أكبر لأنه في علامات استفهام بكل تأكيد نأمل أنه الوزارة تعمل كما أعطت طبعا لكم تطمينات أو وعود بأنها تحل هذه الإشكالية شكرا جزيلا لك ضيفا من استوديوهاتنا في مكة الأستاذ سعيد المحمادي وصلنا لنهاية حلقة الليلة من الراصد أكيد أنه الموعد يتجدد غدا الله يحفظكم فمان الله اشتركوا في القناة